موسيقى قاضت محكمة للسئناف مدينة الرباطة بالسجن سنتين نافذتين على اللامسين اللي حاول اختراق الموكب الملكي يوم الجمعة 11 اكتوبر الجاري اثناء افتتاح الضورة الخريفية للبرلمان واضح مصدر لشوف تيفي ان اللامسين البالغ من العمر 33 سنة كان حضر مدينة ميسور عطل على العمل متزوج واب لخمسة طفلات اكبرهن سنا كتبلغ من العمر 13 سنة واصغرهن كتبلغ من العمر سنة واحدة واضاف ذات المصدر ان بنات الموقوف ثلاثة منهن يتابعن دراستهن ويقطن مع حماته بحي صفيحي بحي المسيرة مدينة تمارة واشار ذات المصدر الى ان الحالة الاشتماعية لأساة الموقوف جد فقيرة ويشتغل بين الفينة والاخرى في مخبزة اشتركوا في القناة